مزيد من التفاصيل حول مؤتمر جناف وطبعا عشاء الثلاثاء مباشرة مع زميلة جوزيفين دي بس الخير جوزيفين بس الخير سمار لأليك ولمشاهدين شكرا إليك وأهلا فيك بس التفاصيل حول العشاء وأيضا المؤتمر وما يراد منه أو ما سيخرج به هذا المؤتمر من نتائج حتى لمنعطي الأمور أكتر من حجمها تماما أول شي خلينا أقول أنه هذا الحوار أو الدعوة هي من جمعية جمعية هي NGO سويسرية اسمها HD بس هذه الجمعية هي ممولة من وزارة الخارجية لسويسرية بلكن هذه الجمعية هلأ فيه طبعا فيه سياء وفيه مسار عام هو حوار من ولد اليوم هو حوار هذه الجمعية تعمل على المجتمع الأهلي بلبنان منذ زمن وبالتالي كان فيه دعوة لهذا الحوار نفسه من هذه الجمعية نفسه منذ أعوام اليوم يتجدد بسبب الوضع السياسي بلبنان شفنا شوية تفاصيل بالمؤدمة وبالتأرير اللي مرأ فيه عدد من ممثلين عن الأحزاب اللبنانية وشخصية مستقلة مدعوة هذا الحوار فيه ثلاث عنوين أساسية يجب أتنبه لها عندما نتحدث عنه أولا ليس حوارا وطنيا ليس مؤتمرا لبنانيا سيؤدي إلى تغيير بالصيغة اللبنانية لا هو دوحة ولا هو طائف ولا هو حتى لوزان إذا بدنا نرجع بالذكرى السويسرية قبل هو بعيد عن الإعلام هو تحت سقف الطائف هذا خمسة وعشرين خط تحت سقف الطائف هو اللي بحث أفكار سياسية اجتماعية اقتصادية لتطوير المشهد السياسي وللبحث بين هذه القوى على كيفية تطوير المشهد اللبناني فقط لغير هيك بيبدأ الثلاثة في عاشة عند السفيرة السويسرية سيحضرون مرأة الأسماء سريعا ملحم رياشي عن القوات اللبنانية التيار وطني الحر بعد ما أعلن مين غدا رح يقرر مين في اجتماع لقلو علي فياد عن الحزب الله علي حمدين عن حركة أمال وقل أبو فعور عن حزبة أدو من الاشتراكة وأن إبراهيم نيمني من نواب 13 هولي لحد الساعة اللي رح يكونوا موجودين يمكن يكون موجود أكتر بعد ما أعلن عنهن تجدر الإشارة إلى أنه هذه الجمعية وأيضا سويسرا تعمل بشكل متكتم جدا ولا تريد الإضاءة حتى على هذا الموضوع لأنه ما عنده هذه الأبعاد السياسية أو الحلول لن يحمل حلول هذا الهون بنا نركز عليه تمنس تفكر أنه هذا الدوحة ورح يجي بيس تعطي أكبر من حجمه خلالي نقول أنه ما صار طويل نحنا كنا من الأساس سمر عم نحكي عن أنه ربما باريز باريز يعني رح تستقبل مؤتمر هذا مختلف كمان عم نحكي عن ربما قطر أو الدوحة الدوحة أول قاهرة عفوا رح يستقبلوا مؤتمر لبناني كمان هذا شيء مختلف هذا شيء ما قالوا عليها بكل هذا النوع من المؤتمرات نحن مش معودين له إلا على الحامة مش على البارد صحيح هذا بيعتبروه على البارد بس خليني ذكر بس بشغلة قبل ما نختم أنه اليوم سويسرا كان إلى محطات لبنانية كان ب83 أو بال84 بجونال فالوزان هذا الحوار لن يرتقي بعد حتى الساعة خليني نقول بحسب المعطيات إلى هذا المستوى من المؤتمرات بوقتها كانوا مؤتمرات مفصلية بالمرحلة وتانية بالبلد هذا لا هذا تحضيري للمشهد المقبل على البلد سويسرا تدرك وجناف تدرك بأنه هي مركز اللقاءات وحل النزاعات ولكنها ليست مركز قرار دولي هي تدرك حجمة بهذه التوازنات الدولية وبالتالي اليوم كل المعلومات المرافقة لهذا المؤتمر بأنه لأن سويسرا تدرك حجمة هي تعمل وفق مسارات متممة أخرى مسارات عربية، أوروبية، أمريكية وبالتالي اليوم لابد من الإضاءة هيك على توقيت عقد هذا المؤتمر ما كان ليعقد لماذا أعطي الضوء الأخضر لهذه الجماعية بعقد هذا الحوار ما نسميه مؤتمر لأنه اليوم الترسيم حصل وفتح بوابات عديدة من بين هذا الباب وسيفتح أبواب أخرى لاحقة هذا الباب يأتي اليوم ليتمم مسارات دولية وتقاطعات دولية ومحلية في البلد شكرا لك زميلة جوزيفين ديب على كل هذه المعطيات وطبعا يعني بكرة تلاتة تلاتة العشاء كمان نكون بتفاصيله أكيد شكرا لك جوزيفين شكرا لك